يعني هناك حكمة تقول الشراكة في الرأي تؤدي إلى صوابة والشراكة في الحكوم تؤدي إلى الطرابة مع الأسف احنا الشراكة في الحكوم لا تؤخذ من الشراكة في الرأي والاجتماع واستماع إلى الناس والمواطنين ماذا يحبون وماذا يكرهون الأمر الثاني في كل دول عالم تقاس وتدار تنجح وتفشل بالنخب السياسية إذا كانت نخب سياسية تقودك ناجحة راسخة بالتأكيد تعتاد على النجاح أو على التطور والسير إلى الأمام وإذا نخب سياسية فاشلة مثل ما حصل للعراق بعد 2003 ماذا تنتج أزمات كوارث انهيارات انقسامات كلها من يدفع الضريبة المواطن أنا وأنت والدكتور والمشاهدات والمشاهدين